فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية شكراً لكم قال رحمه الله قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز كذلك يروى عمالك أنه كره أن يتخذ سترة في الصلاة من حجر واحد لأن هذا يشبه من يعبدون الأحجار لكن إذا كانت حجارة كثيرة فإنه لا يكره ذلك وهذا مما يدل على مبالغته رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين